حققا لغرين فوزا صعبا على الفحيحيل بـ 26 هدف مقابل 25 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على صالة الاتحاد بمجمع شيخ سعد العبدالله ضمن منافسات الجولة الخامس عشر من الدورية الممتاز لكرة اليد وبفوزه رفع لغرين رصيده إلى أربعين نقاط لكنه بقي في المركز الأخير فيما ظل الفحيحيل في المركز الثامن بعشرين نقاط وفي لقاء آخر ضمن نفس الجولة تمكن فريق كاظما من الفوز على اليرموك بـ 33 هدف مقابل 29 بهذا الانتصار رفع كاظما رصيده إلى 13 نقطة وبقي في مركزه السابع بينما استغر اليرموك في المركز التاسع بخمسي نقاط